اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختي بتكرهني قوي حقيقي ومش اللي هو مشاكل وخلاص بتغير مني بشكل مش طبيعي دايما عايزة تثبت نفسها على حسابي لدرجة ان هي عايزة تمحيني وتضيعني حرفيا مش عارفة بصراحة احكي ايه ولا ايه بس كل اللي قدر اقوله انها عملت معايا مواقف كتير وحشة وانا فاكرها دايما عايزة تطلعني وحشة في عين العيلة باي طريقة وخلاص يا مفترت علي كل ده وانا بحاول اصبر وافوت واقول معلش ملناش غير بعض لكن برضو مفيش فائدة مش اختي وبس ماما كمان ما بتحبنيش يا سالي دايما هي واختي بيتفقوا علي خليني احكيلك حاجة كده بسيطة عشان تفهمي قصدي اكتر من فترة كده ماما جالها مرض سرطان الثادي تعبت جدا لدرجة ان هي كانت ساعت ممكن تعمل طوالات على نفسها استحملتها بس هي كانت عنيدة جدا وطبعها وحش فكانت بتصمم على انها هي اللي تعمل الاكل وبقديها بسبب اهمالها الشديد في نظافة الاكل اكلت منها اكل ملوث وجالي تعب في معدتي رغم كده ما كانتش بترضى تخليني اعمل الاكل كانت بتخانق معايا لو حاولت ساعدها لدرجة ان هي بتفرج علي العمرة كلها صوتها كان بيعلة بطريقة وحشة ميفرقش معاها حد ولا اي حاجة وكل ده عشان ما كانتش عايزة تحس بمرضها ولا تعترف انها تعبانة ولما غلبت معايا ما بقيتش كل من اكلها خالص بقيت انا اللي بعمل لنفسي او بجيب اكل من برا فلحظت اني قطعت اكلها وليه وليه اعمل كده بقيت كل يوم بتتخانق معايا بتتلككلي على اقل حاجة دايما زعي وخناء واشتيمة وفضلت على كده لحد ما خفت وتعالجت وعلى فكرة امي رغم مرضها وتعبها كانت شديدة دايما بتروح وتيجي وصحتها كويسة هنا بقى محتاجة اقف عند كلامك يا ردوة معلش طب ماما كانت تعبانة ووضح من كلامك ان هي رفضة ان هي تبقى مريضة بتحارب المرض يا مام ده لم خليها نام وصرة تدخل المطبخ وتطبخ بأيديها عشان زي ما قلتي مش عايزة تحس بمرضها رغم ان هي مش قادرة توقف على رجليها يا حبيبتي عشان هي شخصيتها قوية المفروض في الوقت ده نستحملها فين بقى المشكلة اللي تخليكي تقولي ان هي ما بتحبكيش مش بتصق فيكي او بتتفق عليكي هي واختك ليه هم عاملين عليكي ربطية تعالوا نكمل اللي اتنين متفقين مع بعض جدا بيكرهوا يشوفوني مبسوطة او حتى مرتاحة ده لما بكون بتحك ماما والله بتخترع لي اي حاجة عشان تنكد علي فكرت كتير ان انا سيب البيت وامشي بس ما قدرتش اصلا انا من عائلة كبيرة وناس محترمة جدا واحنا في الاصل صعايدة يعني حاجة زي دي رقبتي اضطير فيها وانا بصراحة كمان فكرت فيها ومعرفتش عاملها جربت اروح اعيش عند حد من عالتنا بس مرتحتش ورجعت بيتنا تاني ودلوقتي مش عارفة عيش مع ماما واختي ما بقيتش عارفة اعمل ايه انا حرفيا في البيت مش عايشة يا سالي لا عارفة نام ولا عارفة اكل ولا عارفة اشتغل وحياتي واقفة مش عارفة اعمل اي حاجة ولاني بنت ده اللي مكتفني ومخليني واقفة مكاني عندي مشكلة كمان ان عندي ناس معايا في الشارع عاملين هاك على تليفوني بيتابعوا بيرقبوا كل حاجة تخص حياتي ومشاكلي وكل خصوصياتي هم شوية بيعودوا في الشارع كل شوية تلقيح بالكلام وحاجة اخر ايه اللي تأدب عارضين كل تفاصيل حياتي على الملأ وانا مش مسكة اي دليل ضدهم يعني مشاكل من كل ناحية قولولي اعمل ايه قولولي اعمل ايه انا اعمل ايه لحد هنا خلصت رسالة ردوة يمكن عدد كبير من حضراتكم لاحظ انه في حاجة غريبة زي ما انا لاحظت اتهمها الكل اللي حواليها اتهمت كتير جدا مامتها اختها حتى الشباب اللي عندها في الشارع يعني ايه مخترقين موبايلات تفتكروا في حد ممكن تكون الدنيا كلها ضده بالشكل ده ولا ردوة هي اللي فهمها غلط تفكيرها مصور لها المشاكل دي كلها طب لو ردوة بقى مشكلتها الحقيقية طريقة تفكيرها حكمها على الناس هنساعدها ازاي استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن ردوة البنت اللي عندها 23 سنة ردوة حاسة انه من بعد وفاة باباها انه اختها بتغير منها بتكراها دايما عايزة تشويه صورتها حاسة ان مامتها كمان ما بتحبهاش بتشتمها تفرج عليها العمارة لما بتشوفها مبسوطة تنكد عليها وتتلكك لها تعمل معها مشاكل كمان حتى لما مامتها تعبت وجالها سرطان الثادي كانت بترفض ان ردوة تساعدها في الاكل ردوة ما بقيتش عارفة تعيش معهم جربت انها تروح عند ناس من عائلتها مرتحتش رجعت في الاخر لما مامتها واختها بقيت حياتها كلها مشاكل بتقول انه حتى في ناس في الشارع شباب في منطقتها بتقول انه هم اخترقوا موبايلها عامل الله هاك عارفوا كل المشاكلها وخصوصياتها كل شوية لقاحوا عليها وهي رايحة وهي جاية فيش معاها دليل ضدهم عشان كده منورونا وشرفونا النهاردة دكتور هندل بنا الاستشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه في مشكلة ردو منوروني هندل اه مارك يا دود الحمد لله انت عامل ايه حمد لله بقولك ايه هو ممكن حد يخترق خصوصية حد لدرجة انه هو يبقى عارف كل حاجة في حياته ويلقى حليب الكلام لأ انت مؤتقد ان افكار ردو ديات كلها افكار منضبطة وسليمة يعني عشان نبدأ نمسك في النقطة دي ردوة بتقولك كل الناس بتحكرهني امي بتكرهني واختي بتكرهني اهلي مشاهد راعد معا ما هيقتلوني او ناس بتحكر تليفوني الافكار دي كلها افكار غير حالي يعني ايه ناس تهكك التليفون او 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 بس خلينا في النقطة دي لان انا اقولك انا شفت حاجة اصعب من كده مليوم وار لسه جايلي مكالمة على الراديو هحكيها لك اللي حصل بالضبط وحتى مرضى اتشنية تحكي على الهوا حلاتها تحكي تحت الهوا بس اول حاجة انا عايز اتكلم فيها برضو انه فيه اخوات بتغير من بعض للدرجة دي لا فيه اخوات بتغير من بعض بصي احنا منتكلم عن النفوس احنا منظرش نحكم النفوس اه تمام لكن ممكن فيه شوية اه ايش معنى اختي ايش معنى اخوية كده لكن غير للدرجة الازى بتاني دي بقاش موجودة او يعني لو موجودة دي بقى دي شخصيات مريضة بس ممكن ان انا غير من اختي عشان اطلع شكلها وحش قدام العيلة كلها لا بواجه عام ولا منتكلم عن قصة ردو بواجه عام الاول منقدرش نحكمها برضو في ناس بعمل كده ممكن اه طب اخت ردوة بتعمل كده اه عارف انه هيكد قالتلي بس ان اختي بتعمل كده كان ممكن ان انا اختك بتعمل كده طب ما هيقال لا يا اخت بتعمل كده ماما بتعمل كده اي الناس في الشارع بيعملوا كده اه انت اصدك انه مايبقاش كل الناس ضدي بالظبط اللي عندي ردوة يعني مفيش حد في الدنيا خالص يا هند الناس كلها ضده والدنيا كلها عليه لا طبعا دي افكار مضللة طبعا مش حقية ليه الافكار دي بتبقى مرض اه مرض الشكة اه ده اسمه مرض الشكة مرض الشكة ولا دي حاجة زي فيلم انه اسف على الازعاج دي حالة ودي حالة ايه بقى انه حاسس الناس بتكلم عليه هنا كانوا عنده فصام دي حاجة تانية انما هنا اتراب شك او برانوية اللي هو انا طوال الوقت شاكلك في الحالي انا مش متطمن لحالي بحطوا لي سم في الاكل عايزين يعملوا لي حاجة اه مؤامرات بتتم علي محاشوا يحبني بيتكلموا علي بيتكلموا علي عايزين يتمنوا لي الشر عايزين يقذوني رحمة كان عمل الناس كلها متهداني محاشوا يحبني واستقهلني نفس القصة ماما بتعمل الاكل الاكل ملوز قصة رضوة طوال الوقت عندها افكار شكة احيط اللي حوليها كل افكار الحقيقية كلمنا بعنا الشكة انا عايز اسألك على حاجة تانية هو في ناس لما بيجي لها مرض كبير عظيم يعني مرض جلل زي ما بيقولوا لانه السرطان ده من اخطر الامراض او بيدمر نفسيا عضويا شكليا فاللهما عافينا يا رب وعفو عنا كلنا لما يجي لهم المرض بيرفضوا المرض انا تطبيقا على حالة مامة رضوة انا شايفها انها شخصية قوية جدا الناس دي اللي بتعيش الناس دي اللي بتعافر الناس دي اللي بتقاوم الناس دي اللي بتحدى ظروفها يعني هي ببساطة كده بعد وفاة زوجها وانا ظن في قصة رضوة دي انها متوفي بقري فترة هي قامت بالدورين ودي دي قصة كتير من الستات اللي لما أزوجهم بيموتوا بيقوموا بالدورين بس ما احتويتش يا هند ما هي دي بقى النقطة هي لما بتقوم بالدورين بتنسى عاطفة الأمومة بتتعامل بالشخصية اللي فيها خوف على ولادها عايزة تحوط عليهم مفيش بقى هنا امان لو نرجع مقتاني يقول الاسباب اللي ممكن تكون كونة افكار وسوسية زي كده عند رضوة وافكار ان الحولي بيقرهوها ان هي فقدت الأمان يعني انت رأيك انها عندها مرض الشك وفقدت الأمان ايوة تعالي بقى نشوف رأي الشرع المصري هيقول لي نائف قصة رضوة النهار رضوة محتاجة رعاية خاصة وان الأسرة تدهي اهتمام أكتر في انشغال وقتها بقرأي قصة بالتلعات بأي أعمال يعني كده بيسحبوها عن أي حاجة خاصة كانت الدوطينة بتندي بخدها للآخر يعني بخدها آخر مرحلة للإلال إنما الإرشادات والمعلومات المدالها أقيم من الدكتور يعني مش حسيني حسيني أن في حالة مرضية يعني يعني أنا يعني ما بحبش المريض أن يحس أنه في حالة مرضية سواء جسدية أو نفسية يتعايش مع الواقع والله أنصح رضو بأنها تتحمل شوية وتزبر شوية وان شاء الله ربنا بيحل مشكلة أضمر الله المريضة نفسية مش طبيعية بس يعني فيش حد يعني أهله يعملون كده كيد الحاجات من وحي خالها حتى لو أمها يعني بتعملوا واحد شوية بس يعني الحاجات دي استحيد يعني تهلد على الدكتور تطلب حد من أهلها يسعيدة ترحل دكتور نفسي هو يسعيدة من كده ستنتحد يختاركم مبالا يعني يختاركم عليه يعني هيخضوا منه يعني كده الموضاء ده من وحي خالة برضو واحدة تقول لها أخطاء عائلة محيني يعني تعرف من أمها كارها عائلتها كلها إنهم مش بتهيلاء الكلام ده وكلام ده حقيقي إن أختها هي لها تتعالك كده حاساً نية مش منطقية يعني فيه حاجة عندها نفسياً مش مظبوطة لأن المشكلة كلها بتقول لك إن الكل ضدها يعني الأخت ضدها وكمان مامتها المفروض أن هي تساند مامتها بتعبها وأن هي تشكرها وأن مامتها بتحاول تعمل في البيت وتشتغل في البيت وهي أرفانة فده ما ينفعش الأم لو عملت إيه هي أمنا الأخت فيها كل حاجة يعني ما توصلش ممكن يعني توصل ممكن يعني إيه يا دادية يعني نادرة ما بتحصل يبقى فيه ممكن غيرة شوية إنما داد نادرة إنما تمحيني داد طبعاً لا أنصحها أن هي تشوف دكتور نفساني يعني لأن هي محتاجة فعلاً دكتور نفساني يعني مش الكل ضدها والله قصة ردوة ممكن تشبه قصص كتير في حياتنا إن هي طبعاً قاعدة مع والدتها المريضة وأختها فحصل نسبة غيرة ما بينها وما بين أختها متعرش بقى بسبب إن همها مثلا تفضلها عليها أو إن هي أحلى منها أو فيه حاجات طبعاً في البيت بتحكم على طبيعة الرياكشن بتاعها تجاه أختها وبرضو مرض والدتها برضو مسبب لها ممكن الله أعلم حاجة نفسية برضو هي يكون تعبتها أو شك خلت سلوكها ما بينها وما بين أختها برضو يحسس أن هناك فرق أنها تغير منها ومرض والدتها برضو أكيد لي عامل أنه أثر عليها في الموضوع ده فأنا شايف أن رضو ممكن تروح لدكتور نفساني تقعد معا مش شرط أن أي حد يروح لدكتور نفساني نوابة مريض بالعكس لا رضو تسيب البيت وتمشي دي حاجة ما ينفعش لأن كل واحد يقبله مشكلة في الحياة يسيب بيته ويمشي أقول أختي رضو أن أن تحس بغيرة من ناحيتك أن تحاول أن تحتويها وتقرب منها جامد لأن لأن لن نحن نشغل بعض كأخوات وأن أن تبين لها بطريقة كويسة مرض ماما أثر علينا نفسيا كلنا وأن نحن كلنا تعبنين أن ماما تعبت ودي حاجة بإيه ربنا مش بإيدينا فنقرب من بعض شوية وإن شاء الله مش كأنها تتحدث شفت يا هند رأي الشرع لأنا عايزة أسأله لك بيقولوا أن هي محتاجة دكتور نفسي طبعا أكيد طبعا التراب نفسي جديد محتاجة علاج نفسي ومحتاج أن هي تقتنع أنها لديها مشكلة كده لأن هي مصدقة أفكار مصدقة أن هي حولها بيكرهوها ومضطهدة من الناس كلها فمحتاج أصلا تصدق ده تقتنع بده وتبني علاقة كويسة مع الطبيب أو المعالج عشان ما تبقاش هي كمان حاس إنها نبدأ بالدكتور على طول هي ما فيش حد هيقنعها غير كده بس هي يكون عندها تقنع أهلها إزاي أن تروح للدكتور يعني أنا خيل بالك إنه دلوقتي بقى فيه فئة هي بس لمقتنعة بالدكتور النفسي لكن الفئة البسيطة مش هتقتنع وإنتي مصاريف من إنه والدكتور نفسي وإنتي كويسة سنها من الصغير يعني مفوت إنزلي كل صندويتش شغل موتو بكويس لا الموضوع مش كده مش يخلص بكده خالص طبعا لا 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 الأفكار اللي بالشكل ده معطلة جدا وهتوقع في حياتها وفي كل مرحلة في حياتها لو الأفكار دي مات على الجدش هتوقع عندها شك في كل اللي حواليها دي ممكن تضمر نفسي تضمر أكتر أصلا أكيد معندها أحيانا الأمهات اللي بتلاقي طفل عنيد أو يعني هو في أمهات بترفض المساعدة يعني في أمهات لو أنت دخلت معاهم ما بخطلع وعرّح بصراحة أنا أحدة من أمهات دي بصراحة لأنا أقفل واحد ما بقى نحن التقصص كله ليه بقى الأمهات بتعمل كده الأول يا هند والله لشانا عايزة كل يعني اللي بتتفرجوا علينا ليه مامتك بتعمل ليه بتعملوك كده تركيز إحنا مركزين وعند الله حاجة طب ما أنا هساعدك أناولك بيضة أناولك زيت أعلمك بقى وأقول لك والله عمل إيه لا 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 سيبيني أنجز المحدة بتاعته دي العلمك التوتر ده اللي بيخلانا أنا بقى كل حاجة كل ما نخش المطبخ أصل أمه بالنسبة لها المطبخ أنا حاجة مقدسة أصلا وأنها تعمل ماما وحل وقعت كان يوم مش أقول أنا معي لي أنا كنت لسه هحكي أنا كنت لسه جاية يعني ممكن تكون مامتها كأمهات طبيعيين جدا وهي يعني وقفت عند النقطة دي أنا أعتقد أن الأم من النوع المستقلة جدا المعتبدة عند نفسه جدا اللي بيسمحش لحد أن هو يحسسه أنه محتاجه الأم ليه بتتضايق لما إحنا مثلا مش عايزين ناكله جبنا أكلة منبارة في أمهات لذيذة جدا أنا كما بيحبش أكلي وإلا أنا أكل فيتزا لأمها التانية ممكن تعمل بجد مشكلة وأنا بعمل أكل عشان مين يأكل بالضبط كده بالنتبالها هو ده هدف حياتها يعني يعني مامتها ممكن تعديها وتكبر المشكلة عشان هي ما كريتش من أكلها لا يا سالي هي رضوة لعندها المشكلة الأم بتعلم بطبيعات جدا طب هي بتستنى لها أي غلطة واعتقد أن البنت لأخت التانية ممكن يكون عندها مشاكل برضو لأن الأم نفسها هي اللي عندها مشكلة بس هي بتلاقيها بتتحك يا هند بتنكد عليها على طول دي أوهمها أفكارها مش عايزين نعيش موظوط لا لا ده مش حقيقي لأن تستوعب أن الأفكار طب إزاي سابتها تروح تعيش مع حد من عائلتها ما تعرفيش البنت بتتصرف إزاي ولا الأم فلاكسبل ومارنة الناس يبهت تروح وتيجي كفاية بقى لأ أنا ما ظهرنش إن الموضوع كده إيه بقى أيا البنت نفسها رفضوا 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 الأم رفضوا البيت دايما بتحسسهم بالزنب متحبونيش لما يكون عندنا عندنا مراهق رفض البيت ما هو مش مراهق يا عدد نطلي ممه جدا بقى نعمل إيه ما أنا عارفة أنت عندك يعني مراهقين في نفس السن ده بتعملي إيه وخلي بالك إحنا جيلنا غير جيلهم يعني الجيل الأكبر كمان كانت تحس فيه طيبة وبتعني لازم يفهموا أصلا أن الأفكار اللي هم متمسكين بيا أو بيقولوها دلوقتي مش هي الأفكار الصحة الحقيقية ولازم يقتنعوا بوجد نظر لحواليها والأهم بقى والأخطر إن أنتوا تفهموا إن أنتوا مش هتغيروا بابا مش هتغيروا ماما افهموهم وتصلحوا معاهم لأن المرحلة أكتر حاجة فيها إيه تمرت فأنا سلوك بابا عمله لا كده مدايقني فأنا مش هتغيروا ما بيحبنيش ماما كذلك كده لا ما تحبنيش لا ماما شخصية مستقلة ليها ظروفها ليها الحياة اللي مرت بيها لأن تتصلحي مع ده وهو ده اللي أنا عايزة أقول الردوة برضو أو هي عايزاني أخش كل يامو أنا عايزاني لنام وقت ما هي عايزة عايزاني كل وقت ما هي عايزة مش عاجبها صحابي يعني إيه المصلحة من عند شخصية مش من حقك يا ماما شخصية أقدر أقولك إن أنت خلاص كده أقدر أصغ فيك لما تمر بموقف واثنين وثلاثة وتعديهم وتحقق نفسك فيهم شمعنا صحابي ولاد خالاتي عندهم بسحة أكبر من اللي عندي الجملة دي متعبة جدا ومرهقة جدا أنا ندمانة أنا ندمانة الجملة دي وحشة جدا شمعنا أمتها أمم أحلى أم وأنتي مش حايلة وهم ما هيقولهم مامتك أحلى أم وأنت مش حايلة ما هي دي الفكرة أنا طول الوقت شايف أن أمي عشان هي مصدر السلطة بتاعتي أو أبوي مصدر السلطة بتاعي مش مديني كل احتياجاتي بنرد على الجملة دي إزاي لما ييجي طفلي يقولك طفلك يقولك شمعنا هم مدينهم ومساعة شمعنا خلتي بص بتحب على زي وبينا موقت وانا فين ما بحبكيش وانتي فين مش واخد مساحتك خليها تشوف الحقيقة يعني أستوعب خليها تشوف الحقيقة يعني أنت مع التربية الإيجابية مش في قد الحالات طبعا لأنا دايما بقول لعيان العيل لو ما يتقرسش كده هو هو مش دايما بنعمل كده بس مش دايما والله أنا سكت كتير قوي فلا ما جراش حاجة ما أمديك واحدة كده لا والله وفي حاجات تانية توجع أكتر من كده مفيش خروج أسحب الموبايل عادي مفيش في عيال بالتاني احتى التحرق دي توجع جدا طبعا دلوقتي الولايات كلهم ونجيل كله وحياته على الموبايلات والسوشال ميديا لا دي توجع أكتر يعني لا موبايل ولا خروج ولا خروج مثلا طب في حالة ردوة في السن ده بنعاقب إزايش أنا تقول لأ ردوة عايز علاج ردوة عايز علاج هلتت أول مرة تقولي كده أيول أن البنت في سن لسه ببداية حياتها وأفكار الوسوسية المضللة ديت الشك دي مالية دمخة أول مرة تقولي كده أول مرة تقولي كده إن هي خلاص باصلة إن الناس اللي في الشارع مهكرين تليفونها وعارفين طب بعدين بعد كده بقى في مؤمرات علي دولية بعد كده في ناس عايزة تتموتني بعد كده بس أنا أخاف من حاجة حتى لو هي تعالجت أو كده ما هو ممكن أختها ترملها كلام إنه خلي بالك إحنا ساعات برضو بتبقى في البيوت بين الإخوات مثلا ممكن مثلا إيه أنت يبقاش أصدق بس ممكن تيجي تقولي الطفل مثلا من أطفالك ما تتكلموش شان ده شطان أفكاره فزيعة ده شطان اللي جوه ده أنت أكتر واحد شرير فيهم أو يا مريض طول ما أنت قاعد يا بنتي أنت مريضة يا بنتي أنت مريضة تكلمي حلو قدام الناس أو ده مش مؤدب ده الوحيد اللي مش مؤدب في العيق أو دي بترد على مامتها دي قليلة الأدب ممكن أختها تعمل كده أو هي أصلا حتى الدكتور النفسي هتشك فيه أنا خايفة من حاجة كتير قوي ما هو ده الحل الوحيد بس في الحالة اللي زي كده لما يكون فيه حالة نفسية جديدة زي كده بنعمل علاج أسري يعني هي علاج أسري يعني بنقعد كل أفراد الأسر المقعاشين معها ونعرفهم طبيعة الشخصية إيه وطبيعة الحالة إيه بحيث أن دي شخص شكاك هل في القصة هنا ممكن يستجيبه؟ أعتقد أه أعتقد أهل في الأوم واضح أنها موتراهم وضغط عليهم وأعتقد أن الأخت كمان ممكن تكون عندها مشاكل برضو لأن أقول لك غياب الأب نفسه وفكرة الأم اللي قامت بالدورين دي عاملة حاجة دور طبيعية ليه بس أختها متفقى مع مامتها جدا لا تفكير رضو لا تفكير رضو هم هل تعرفين بس أنا أظن أن البنت كمان ممكن تكون عندها مشاكل ما أسألك تاني برضو شاند أيما أسأل السؤال ده وبحبه قوي أنه أنا حاسة أنه الأغلبية زي ما احنا بنقول أنه بتبقى التشايلدهود من أول الطفولة ده اللي بقيت يتركز يعني بفهمها بيترسخ فينا وإحنا ما كناش فاهمين لأنه الأجيال اللي فاتت ما يتربط كده ما كانها مقدة كانها بتضربوا بالخرطوم وبالشمعات وطلعوا رجالة وطلعوا سبتات داي الفول ورب دينا بالضبط لو كان حد يجال لي ماما بتحبنيش ولا أختيها بتحبنيش وكان في وقت أن أنا أحبك وأنا أيما بأكل مثلاً 8 عيال ده لو بقعد أشرم كبايت الشايب العافية أيوة إيهل بيحصل الجلد مرفع ويأخذ بالك ما عندوش أهداف ما عندوش اهتمامات ولا الأمهات بقت مش عارفة توزنها إنه لو أنا مثلاً حتى دايماً بسأل السؤال ده إنه أكون بحب حد أكتر متقلبي يا ستي ما هي لحتى أو متفاهمة مع الولد والبنت مفيش البنت أنا وهي مش عارفين نتكلم بس الولد بيف راجل وبيفهمه ولم أعود أتكلم معها بس يا طبعي الشخصات مش أنا ممكن أفرق غصباً عني مش هحب أكرا مش هنوصل لمشاعر الكره والحب لا واحد بدعيله والتاني بدديله لا 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 فتعشرتها جميل هدعيله والتاني هدعيله مرة أحد بس لا بس لا بجد بتحصل لا أم تدعيل ده مرتين وده تدعيله مرة في أمهات كده في أمهات كده لا إله الله عندها وحد مفضل قريب منها أكتر بس المفضل قريب منها مش هل حاجغ أنه هو فهم أمه وعارف في تعامل معها إزاي وتصالح معها ومع شخصيتها وسمتها وظروفها وما رفضهاش تقبلها بمعنى أصح إنما في حالات التانية اللي هو حالات بقى الخلاف والنديا والعيند مش قابل الشخصية عايز الأم دي نموذج على دماغه هو بصورة مثالية زي ما هو عايز إنه مريحة في كل حاجة فيحصل بقى فيه شد بجد التاني مريح فيه مش حاسة إنه في قصة النهار ده إنه أختها مريحة عنه على حسب بروايتها إنه هي قريبة من ماما ممكن تكون ونقولك على حاجة ممكن تكون دي الأخت الصغيرة ودي الأخت الكبيرة الأخت الصغيرة دي كانت قريبة من الأب مثلا والأخت دي كانت مدلعة من الأب الأب توف التانية لسه أخت دا ما كانتها مع الأم زي ما هي فهي حصلت فجأة إنه ما لهاش حد يعني رضوة الصغير أعظني من القصة إنه ممكن مع إن الصغير دا بيبقى على حجرة زي ما بيقوله دا بيبقى ببونية بتاعة البيت بيبقى فيه حالة للطفل اللي واخد الهتمام شديد دا بيجرونه لما يفتقد دا أو يفتقد شعر منه بيبقى فيه تهويل اللي محاسو يحبني برغم أنه هو المفضل والمحبوب بس عايز أنت كنتوا بتعملولي وبتعملولي 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 ويفتقد دا فممكن تكون الأب كان بيقدم دا ففقد الأب نفسه مشكلة كبيرة أصلا يعني هي النموذج كله على بعض الأسرة كلها فيه فقد أب فيه بنت كانت ممكن تكون مرتبطة بيه فيه أم قامت بالدورين كل الحاجات دي مع بعض المجتمع ممكن تطلعها شخصية مش مظبوطة لأن الظروف نفسها غير طبيعية بالمناسبة كمان إن أنا بيقولك عشان ما وضع الشباب والنهم يعملوا هاك على موبايلها ويخترقوا الخصوصية بتاعتها والكلام دا أنا زي ما كنت بيقولك في أول الفقرة إنه جالي مكالمة على الراديو فقالت لي أنا عندي مشكلة وكده فقالت أنا ستاني ما تقوليش المشكلة واتكلمت معها بيني وبينها فرحت أيلالها إيه اللي حصل فبتقولي أنا كلهم بكرهوني ما حاجب يحبني في البيت أنا فيه صوت بيكلمني في دماغي يقولي أعمل إيه قلت لعني إيه طب ما تسمعيهوش قلت لق الصوت بيبقى حالي قوي وأنا سمعها قوي فيه حاجة أسمع كده نفسهم بتراب برضو بتراب عقلي ده بيحصل بيحصل أصوات بتؤمر أفكار هي أفكار أوكي بتبقى أفكار بس الأفكار بقت علي تقوي فهي بتهيالها كأصوات بتعلى الأفكار بتزيد يعني تبقى فيه تضخم في الأفكار في المخة زيادة تزاحم في الأفكار الأفكار ورا بعضها كتير الأفكار كلها مع بعض عملت ضغط اتهيالها إنها أصوات بتسمعها تهيئات الصوت علي أعود اسمها هلاوز سمعية أنا بسمع أصوات معينة هلاوز سمعية بتهدأني لها موجودة بالفعل يعني اللي حصل النهاردة عندنا هلاوس بصرية هلاوس سماعية بالزلط لا بالنسبة للحرب دي هلاوس سماعية ما شافتش حاجة بس فيه أصوات بتسمعها وأصوات بتقول لها عملي إيه ونفزي إيه صحي كده؟ ده التراب هنرجع بعشان الكلام على قصة النهاردة وبيجي من إيه لأنه ممكن يبقى عندنا في البيت حد وإحنا ما نعرفش وممكن نتعالج إزاي استنونا بعد الفاصل يا ترى الإنسان اللي أكبر مشكلة في حياته هي دماغه طريقة تفكيره اللي ممكن تصورله إنه كل اللي حواليه أعداءه أو بيكرهه إزاي بقى يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي يرجع يحب الناس اللي حواليه يعيش معهم بشكل طبيعي ده أهم سؤال خرجنا به من قصة رضوة النهاردة محتاجين نفكر في إجابته مش عشان رضوة بس بس كمان عشان كل بيت بيتفرج علينا في عنده حالة شبه رضو هنتابع الأسئلة مع دكتور هيند ببنة استشاري الصحة النفسية عشان نشوف ممكن نعمل إيه يعني إيه بقى ده قلت ممكن تبقى هلاوز سمعية هلاوز بصرية وقلتلك إن إحنا إزاي بقى نحاول لا هي بتيجي من إيه الأول قبل ما نعالج في أسباب جينية ممكن وراسة في لازم تبقى عند الأب أو الأم عشان نتيجي للأطفاء ممكن حد أبعد كمان لغاية إيه فين الجينز توسر لا لغاية الجد عادي والعام والجد عادي ممكن بعيد كمان يعني لعندهم عام كان عنده فصام ممكن جدا نبقى قريب جدا خال عام عام وراسة ده أول حاجة ده بجان اه طبعا طب ودي ببنفة حاليل لا خالص ببنفة حاليل ازاي لا لا خالص بس خلاص طالما إحنا عندنا في العيلة حد كده نخلي بالنا بقى من التعامل مع الشخص ستعرف أن في ناس في الجوازات ما بيقولوش يا هند لا هو حد يقولك يخبوه حد يقولك في مرض نفسي في العيلة مفيش دك خالص لا 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 استحالة ولا حتى بيقولوا لو حد من زاوي الهمم أو في حاجة في الجينز لا ناس بتخبي مثلا مرض في العيلة ممكن تتقيل دي أن في زاوي الهمم أو حاجة زي كده لفهم مرض نفسي لا متقلش أبدا لأن احنا لسه عندنا ما فهم من المرض نفسي عيب طبعا طبعا اه طبعا ألا تعرونا قبل الضبط متتقلش خالص بس احنا خالص أنا ما عارفين أن في العيلة حاجة نبدأ نلاحظ سلوك بقى الناس بنبدري بيبدأ أمتى أي اضطراب نفسي مرحلة البلوغ ومرق البدايات دي الأفكار بدأت إزاي هو طفل ما يبانش عليه لا وهو طفل ما يبانش عليه مع بدايات البلوغ أكتر يعني 12 شراط 15 شراط بلوغ ومرق المرحلة دي اللي بدأ يظهر فيها الأفكار المصموطة طب نعمل ايه في الحكاية دي نبدأ نعدل الأفكار أول بأول لو لاحظنا حاجة بشبه هكذا وعننا تاريخ مرضي أن في حد في العيلة عنده المناضي لأن نخد بالنا عشان ما نوصلش لموضوع زياد نبدأ بالعلاج بمبادري ما فيش مشكلة خالص عادي طب وده ممكن يتعالج عادي لو حد لو لقين عندنا حد عنده شك أي حاجة في أولها يا سالي بتتعالج لا احنا دلوقتي في مرحلة ودي برد تتعالج بس هي أهم حاجة ايه تقتنع إن عندها مشكلة بنقناعه مش اللي حواليها ههم عنده شوفي حالك بقى انت حالك عامل ازاي دلوقتي انت الفكرة دي مسيطرة عليك ازاي ليه ونهار ونهار وليل انت عملت شغل دماغك أنجزت حاجة عملت حاجة أنا مش شافت فأي حد بي عنده أفكار الأفكار دي بتعطله عن إن هو ينجز ويحقق حاجة ويطور نفسه لأنت في مشكلة ما تقفش عندها بقى بتاخد وقت عد ايه عشان نوع مجرد اقتناعي ورغبتي في العلاج وإن أنا خلاص شايف إن اللي عندي دي مشكلة لأ ممكن ما تاخد شوقت بس أنا عندي الإرادة وعندي القناعة إن أنا محتاج أتغير من كال العلاج بيبعمل ازاي لازم أدوية في علاج نفسي وفي علاج دوائي حسب الحلة حسب درجة الحلة وفي حالة رضو أعتقد هنأخذ نحتاج لتنين لازم في علاج دوائي الدوائي ده بيعمل إيه بيزبط الكامية تفكير إنما التاني بيزبط التفكير بقى إلا وإحنا بنتكلم على أفكار نصح على أفكار هنا دول المفروض إيه الأفكار نشتغل عليها في الحالة اللي زي دي تصحيح حلقتها بمامتها الصورة نفسها تصحيح حلقتها بنفسها لها صورتها عن نفسها واضح أن الرضو عندها عدم ثقة بالنفس أو هي عندها رغبة في الظهور الشديدة لأنها تكون محط الاهتمام في الحالتين دولة هنا زيادة وهنا زيادة في الحالتين دولة إحنا محتاجين نشتغل عليها ثقة بنفس إنجاز تحقيق ذات الحاجات دي كلها تقبل الآخر بكل عيوبه يعني أنت ما عنديكش حتى تعاطف مع والدتك ماما كانت وكانت بس صحيحة كويسة وكانت ساعات أنا اللي بطر إن أنا مثلا أسعيدها في هدومها لو هي عمل التويلات عن نفسها أو في عيال ممكن عشان تطلع من الموقف تحاول تشوه تشوه لا تشوه صورة أهله ما هو أنا حاسس بالمسؤولية نحيتهم وفي نفس الوقت أنا رفضهم ولا هما اللي رفضيني فأنا عملت كده أو أنا حاسس أن هما رفضيني أنا رفضهم لي فأنا ما هي قوية جدا أنا كويسة شو معنى أختهم ما لقيتش فيها حاجة لأن ما فيش عيب فيتل أو عيب قاتل لأن أصلا ما فيش حاجة دي كلها أفكار في المخة يا ولا حاجة من دي حصلت خالص مش تلاقي حاجة ممكن دي مواقف تحصل عادي بس هي بتعيد تقويلها تاني وترجمتها بأفكار ظروف معينة نظريك مؤامرة بالزبت كده هي أفكار عادية بس هي بتترجمها عندها بتترجمها وبالترجمها بشكل تاني بياخد وقتها قد يركبوا كل الأحداث دي لو حد مريض فصام أو عنده هلوي السماعية أو بصر مفيش حاجة ما هياخد وقتها قد ايه هي زي بتقول ايه فيروس بييجي كده لا أنا قصدي بياخد وقت قد يقعد يعني مثلا حاجة حصلت النهاردة خرجنا كلنا وهما شايفين أنا اتخنقت معاهم ياخد قد دي عشان يحكي قصة تاني لا ده بساعتها الفكرة بتتكون لأنني عندي هي بتكتب الفكرة كانت متكونة هي ووجودة أصلا عندها دي الفكرة اللي هي راحة جاية فيها تول الوقت مشكلة هي تول الوقت أفكارها كده وأعتقد ان ردو ان تعملش حاجة في حياتها خالص غنية بتفكر أسيب البيت ده ازاي وأمي بتكرهني وأختي بتكرهني والناس بيرعبوني وأهلي هيقتلوني وروح تعيشت مع حد مثلا من العيلة ومرتحتش هي دي أفكارها اللي هي دايرة فيها فأي حدث بيحصل أو أي موقف بيحصل بيتم بسرعة ترجمته ممكن لو حد مريض وعمل كده مثلا لا تشترك الشباب بيتكلموا علي عاملين هاكل تليفوني أو 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 هل ممكن تاخد أكشن نندم عليه كلنا بعد كده يعني ممكن يبقى عنيف ممكن درميهم بحاجة لا 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 أغلط فيهم يغلطوا فيها تبقى مشكلة بيها خلصت القصة لو عمنا ننهيك لا لا في حاجة ما عارفين يخترق خصوصياتي ويقول كل حاجة عايشة دور الضحية اللي هي كل بتأمر عليها وكل بيحبهاش بصنا قصدي يعني لو هي عايشة كل ده هي مش ممكن في يوم القيام تسحت بعنيفة ممكن تأذي حد هي مبسوطة مرضية بالموضوع ده ده بيرضي أفكارها المرض ده بيخليك تعيشي ضحية أيوة مش عمرك عمرك أدوانية خالص هي كده مبسوطة مرضية بالأفكار ده جلد الزيت والذكريات هي مصدقها فمصدقة إن ده بيحفر فمش هنكر مش هاخد موقف حتى همشي لا مش همشي طب اشتغل يا ردو حقق نفسك حقق ذاتك عملي حاجة مفيدة لنفسك بس الحالة ما توصلش لأكتر من كده يعني إن هو يبقى عنيف أو لا 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 مش هتعمل لأنها طول وقت حاب عايشها دور إنها مظلومة مضطهدة خد بالك فطول وقت عايزة مبسوطة ده بيرضي أفكارها يعني فيه أفكار السلوكيات دي لقدامها أو الحكي اللي هي بتحكيه ده بيأمنوا لحد إن هما يتجوزوا عادي هيبقى في شك طبعا طول وقت يبقى في شك شكي يقول لك لازم علاج نفسي ما فيش فيها تراجع ومن بدري دلوقتي وتتصالح مع ممتها وتقبل البيئة اللي هي طلعة فيها وتحقق ذاتها يعني فيه حاجات كتير قوي هي محتاجة لكن لو فضل الموضلة كده لا ده الشك ما كيوصل للزوج بقى وأهل الزوج بقى مش هنخلص رحنا اشتغلنا مديري متطهدني زميلي بيتعمروا علي هتبقى متوالية مش هتخلص فهي بتدروي تاخد علاج لازم فيه علاج نفسي يعني كل الناس فعلا في التقرير قالوا انها عايزة توصل لعلاج نفسي ضروري جدا ضروري جدا ملهاش حل تاني ملهاش حل تاني طو بيتيوش مبسوطا ان اغلبية الناس قالوا انها فعلا محتاجة انا عجبني صراحة الوعي ده بصراحة جدا انا انبسطتي بجدا من الناس فكرت كده ده معناه زي ما قلتلك هو ان احنا ما بقناش زي زمان لما يلاقي عندي حالة في البيت او ابني او بنتي انا مش هسكت مش هنتكسف مش هنتكسف الناس بسيطة عندها وعي وفاهمة فدي حاجة كويسة جدا انها محتاجة احتواء ومحتاجة اهتمام محتاجة علاج محتاجة تزور طبيب نفسي خلاص مفهوم الطبيب نفسي او المعالج النفسي بقى عادي زي دكتور السنان وزي اي مرض مبسوطا ان احنا حتى لو بجزء قد كده يا رب ان كن ساهمنا في حاجة زي دي من قصة حقيقية وبشكرك يا هندو نورتي روحسي يا حبيب اسلاميلي مبسوطا ان احنا ساهمنا في ده ومبسوطا الناس بدأت تقول انه في وعي نفسي ومفاوض ان احنا يبقى عندنا ده كترة نفسيين ومفاوض ان احنا يبقى عندنا علاج نفسي وما نتكسفش ونقول وانه يمكن يكون الأجيال اللي جاية مش حتى أجيالنا احنا بس الأجيال اللي جاية محتاجة اكتر لان هي متعرضة لحاجات احنا ممكن يكونوا اتعرضناش للنص انتو اتعرضتوا ليا حبيبي والله وحتى على السوشال ميديا ده احنا كومنت واحد بيخلينا نتدايق او ان انتوا تنزلوا او تخرجوا او تشوفوا ناس او 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 فيعني مبسوطة والله العظيم ان انتوا تكونوا بدأتوا تفهموا انه المرض النفسي ده مش عيب يمكن يعني جيلنا احنا والجيل اللي قبلنا والجيل اللي قبل قبلنا كان بيرفضوا انتوا اللي جايين تغيروا اللي هو الجيل الجاي حتى لو كنت بتكتبيني القصة انا مبسوطة منك يا رضو مبسوطة ان انت كتبتي كده واي حد حاسس بأي حاجة حتى لو كانت نفسية او مشكلة بتدايقه او حاجة حصلت ومش عارف يحلها ازاي احنا موجودين هنا في قصة حقيقية بشكركم جدا وهستنكوا في حلقة جديدة وتكون حقيقية وقصة حقيقية